ورجعنا لكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل وهنتكلم مفتاحنا النهاردة من مفاتيح السعادة هو مفتاح الدعم خلينا متفقين ان الروحة النفسية والسعادة النفسية من الاولويات اللي بيسعى عليها الفردل تحقيقها تمام فهو من الركائز اللي بتقوم عليه الحياة فبالدعم النفسي تقدر تحقق الروحة النفسية طيب انا عشان ادعم نفسي ادعم نفسي ازاي؟ الدعم النفسي خلينا متفقين ان احنا دعم نفسك بنفسك ده افضل مئة مرة من انك تنتظر الدعم خارجي من برا من الاخرين لانه طول ما انت منتظر الدعم من برا او من الاخرين سواء حتى الاقرب اليك فانت هتفضل منتظر ده طول الحياة فنصيحة من برنامج مفاتيح السعادة رسالة السعادة بتقولك دعم نفسك بنفسك حفز نفسك بنفسك علشان تقدر تحقق اهدافك وتقدر تكمل طريقك في حياتك وهنعرف ازاي ان احنا هنقدم بعض النصايح في تحديد الاهداف وفي تحقيقها مع المتخصص اللايف كوتش محمد مجيد اهلا بحضرتك يا فانت اهلا بيك مناورنا في مفاتيح السعادة ربنا خليك ده نورك قدي خليك حابين الاول فيه خلط في المصطلحات عند الناس فحابين نفرق بين المعالج النفسي اول الطبيب النفسي والاخصاء النفسي واللايف كوتش ايه الفرق بين التلات مصطلحات تمام هو ده من اجلب الاسئلة الشائعة جدا واللي بتحير ناس كتير الطبيب النفسي والمعالج النفسي والاخصاء النفسي بيشتغلوا في الغلب على الماضي مشاكل الماضي مشاكل الطفولة طبيب النفسي هو الوحيد اللي بيقدر يكتب ادوية لكن بها التخصصات دي ما تقدرش تكتب ادوية بجانب انها بيهتم بالجانب البيولوجي والكيميائي بالنسبة للمريض اما لايف كوتش بيشتغل مع اشخاص اصحاء ما بيشتغلش مع مرضى نفسيين يعني نقدر نختصر كده ونقول ان التخصصات اللي قلناها دي بتشتغل على مبارح لايف كوتش بيشتغل على النهاردة وعلى بكرة طبعا يعني بالضرورة ان انا انا كعميل عشان اروح لحضرتك او اروح للايف كوتش لازم احس شوية بالامان والثقة عند الشخص اللي بحكيله اسراري وبحكيله تجاربي في الحياة فاكيد بيبقى فيه نوع من الثقة نوع من الامان المفروض العميل بيحس بيها او المفروض ده بيكون دور اصلا لايف كوتش ان هو يحسسه بدا فايه الاجراءات اللي بتبقى في البداية الجلسة الاولى في التعامل مع العميل يعني كبداية عشان تقدر انك انت تعالج مشاكله وتقدر انك توصل لحلول معاه لحل مشاكله يعني هي في البداية عمتا مع اي client بيبقى معايا بيبقى تعارف التعارف عمتا بيبقى بداية اي علاقة ما بين اتنين التعارف بيبقى انك تتعرفي على نفسك الاول عشان تعرفيها تتعرفي على شخص اخر عشان تعرفيه بجانب طبعا ان المعضم ما بيبقاش formal قوي وانا بتعامل مع client على قد ما منكون اتنين صحاب ما بحسسوش خالص أننا حد المتخصص وهو حد محتاج سابورت أو محتاج أسست في حاجة من أول الساشن كده لما بنبدأ بندردش مع بعض شوية في مواضيع عامة وبعدين نبتدي ندخل في الموضوع اللي هو جاي عشانه تدري جاي لكن الألية مفيش ألية معينة حد يشتغل عليها لأنه بتختلف من كوتش للتاني طريقة تواصله مع الكلاينت طيب هو اللايف كوتش مفروض أن يكون هل بالضرورة أن يكون صاحب تجربة عملية عشان يقدر يوصل ويكون حاسس بمشاعر وإحسات العميل عشان يقدر يوصل معاه لحلول؟ مش مطلوب خالص من الكوتش أن يحس بالعميل مطلوب منه أن يفهم العميل لأن أنا أنت جايلي عشان تحقق أي أهدافك أو تايها عايزة ترتبي نفسك منك هركبة عندك مشاكل مش مطلوب مني أن أنا أحس بيكي لأن ما فيش أي تدخل للعواطف أو المشاعر ما بيني وما بين الكلاينت ما ينفعش يصعب علي لأن أنا ما بشوفش حتة الصعبانية ما بشوفش المشكلة ببص على حل المشكلة فيني أو الطريق الأمثل أن أنا أوصل به مع الكلاينت للتارجت اللي هو جاي عشانه في الغالب بيكون العملاء تايهين شوية في مسألة التارجت دي بيبقى الدنيا فيها يعني ألاطف براسز عليهم يعني في بريجر في حياتهم في الضغطات دي خليهم مش عارفين هم عايزين إيه في البداية الموضوع بيبقى واحدة واحدة كده معاهم بيبتدوا أن هم يقولوا الحاجات اللي هم عايزين يوصلوا لها بلغبطة أنا بفهم منهم اللي هم عايزين ومش بحس مش مطلوب خالص أن أنا أحس ألا دخل مشاعر خالص ما بيني وما بين الكلاينت ده ممكن يعمل فيل للساشن يعني أنا لو حسيت دي يعني المشاعر دخلت في الساشن ممكن يحصل فيه ممكن الساشن يفشل أصل طيب هو الكوتشنج هل فيه تخصصات وتخصص حضرتك في إيه بزبط بوسي الكوتشنج بقى موجود في 90% 95% من جوانب حياتنا كلها أنا تخصصي ريليشنشيب كوتش يعني أخصاء علاقات لو جينا نتكلم على الكوتشنج بدايته في الأساس علاقتك علاقتك بنفسك أنت عايزت تعرفي نفسك يعني غالبيتنا عارف نفسه عن طريق الآخرين ما عارفش نفسه عن طريق نفسه من وإحنا صغيرين بنسمع من أهلينا أنت كويس أنت مش كويس أنت حلو أنت وحش أنت زاكي أنت مش بتفهم بنبتدي أن احنا ناخد impression عن نفسنا عن طريق المرضودات اللي بتجينا من أهلينا والمحطين بينا طبعا ده أحيانا بيدعم self confidence وأحيانا كتير وده الغالبية العظمة لأن ما عندناش الثقافة دي قوي ما كانتش موجودة بس self confidence عندهم في هايزي كتير قوي ما عاش فيه ثقة ما بينه ما بين نفسه بلاس بقى أنه ممكن يكون حد متعدد المواهب صوته حلو بيعب رياضة ومسلا العيب كورة بيلحن لهوايات مفضلة عنده أنشطة كتير وعنده هوايات كتير كل واحد من أهله بيبقى شايف موهبة من دول وشايف أن ده كارير لي وأنه هو هينجح فيه الشخص نفسه بيكون شايف إيه ده اللي محدش بياخد باله منه وده اللي بيشتغل عليه الكوتش يعني ممكن نكون شاطرين في حاجات كتير لكن في حاجة واحدة هي اللي منورة اللي بيبقى فيها ال passion الشغف يعني مش بحب أقول مصطلحات قوي يعني بحب دايما بالبلدي بتكلم يعني باللغة للدرجة عشان ما يبقاش فيه فروق ما بيني وما بين ال client يعني بحس بحب أنه هو يحس أنه إحنا أصحاب قاعدين على الأهور بندردش مع بعض بنهرج وبندحك وواحدة وواحدة ببتدي أن أنا أخاطب عقله بطريقة هو يفضلها مش طريقة مش دراسة مش طريقة اللي في كوتش نفسه يعني المدرب نفسه يعني بطريقة المعميل هو يعني أنت بتواكب وبتأقلم نفسك على طريقته هو عشان تقدر تاخده تدرجيا لطريقتك أنت أو لتعاملك أنت صحي كده؟ مش بالضبط هي المسألة كلها أن اللي في كوتش بيبقى عامل زي زي التارزي أنت عندما تروحي له بتبقي ليكي ديزاين معين أو ستايل معين عايزة تظهري به فهو بيفصل لك الديزاين ده على مقاسك بالضبط ده اللي قصده ده شغل اللي في كوتش أنه بيقدر يفصل عليكي الشخصية اللي أنت بتتمنيها ومش عارفة تحقق إيها لوحدك بجانب طبعاً الدعم النفسي لكوتش بيديه للكلينت بتاعه لأنه إحنا كل واحد فينا عنده قوة هيلة ربنا خلق كل واحد فينا عنده كمية قدرات فظيعة لكن إحنا ما بنشوفش الجانب ده بنتأثر بالآخرين وبنتأثر باللي حوالينا أكتر ما بنفكر في نفسنا دايماً بنعيش على المشكلة أكتر ما بنعيش على حل المشكلة وده دايماً اللي بيعمل تشوك لنا يعني بنبقى وأحياناً كثير بيبقى قدامنا الحلول مش عارفين نعملها إزاي وفي الغالب مش عايزين نعملها نبقى مهدودين كتاف نوعها كده وده اللي هاخده من حضرتك فيه متناسب مع مفتاحنا النهاردة مفتاح الدعم وعايزين نعرف إزاي نستخدم الدعم في حياتنا وهل فعلاً زي ما قلت الدعم المفروض ننتظر من الآخرين ولا ندعم نفسنا بنفسنا إيه رأي حضرتك في الكنم ده؟ بصي هو ما فيش شك إن الدعم النفسي مهم جداً بس من غير دعم الآخرين إحنا نعيش بقوة يعني ما تفقش الـ 50% ويمكن أقل بكثير أنت بتكوني شايفة نفسك في حتة وناس كتير شايفيك في حتة تانية أنت بتبقى محتاجة تشوفي ده في نظرة اللي حواليكي محتاجة تشوفي اللي حواليكي يعني إحنا أنت لو نكحة جداً واللي حواليكي ما بيسقفوش لنجاحك ما بتحسيش بنجاحك زي مثلاً برضو على النقيد لو أنت فشلتي في حاجة وبتقول لنفسك طب خلاص أنا هقدر أن أخرج من التجربة دي وبتفكري بكل الطرق أنك تخرجي منها ولم يلقتيش السابورت من اللي حواليكي بس السابورت يكون سابورت حقيقي مش معلش معلش دي أسوأ كلمة على فكرة تتأهل يعني كلمة ملاش أي معلش تتفتنا أي من كلمة معلش يعني ما بتتصرفش من أي بنك ما بتتصرفش من بنك نفسي أصلاً يعني ما أما أقول لك معلش إيه اللي حصل لك يعني خلاص بقيت سعيدة بالمعلش دي لكن هي المسألة أنك تختاري الوقت اللي تعرفي تقولي فيه معلش بالأسلوب اللي يقبله الشخص اللي عنده الوقعة أو عنده الأزمة اللي بيمر بيها مش في كلمة معلش أنا ممكن أططب عليكي بإني أواجهت بنفسك بس اختيار توقيت المواجهة ده أهم من المواجهة نفسها صح أن أنا أقول لك أنك ما تصرفتيش صح في تصرف بس ما أقولهوش بطريقة مباشرة أن أنا أقول لك أنت ما تصرفتيش صح هنا ممكن أعيد صياغة الموضوع أو التجربة اللي أنت مريتي بيها بس بطريقة أخرى بحيث أن يبقى قدامك فرايتي أنك تشوفي اللي أنت تصرفتي بي واللي كان ممكن تتصرفي بي تقدري تقولي أن أنا بديكي شيء من الفاجن بديكي رؤية جديدة للموضوع اللي أنت بتمري بي عشان من خلاله تقدري تتعلمي منه وتشتغلي على نفسك في اللي جاي لو تحطتيه في معقف مشابه أنك تعرفي تتعاملي معي بالطريقة المسلعية تمام طيب إزاي بقى نقدر نتدخل ونساعد الناس في إزاي من هم يحققوا أهدفهم إزاي أصلا يحدد هدفه يعني كتير مننا بيبقى يجي في وقت كده يحس أنه تاية مش عارف هو وصل فعلا أو قرب أن يحقق هدفه ولا لأ وهو فعلا في الطريق الصح ولا فيه طرق تانية أو مصايح تانية أو تجارب تانية محتاج أنه هو يعملها وينفزها عشان يقدر يحقق هدفه فإحنا في طريقنا في استعي لتحقيق هدفنا عايزين من حضرتك النصايح تفيدنا في إزاي أحدد هدفي وإزاي أحققه بوسي يا مسألة النصيحة دي مسألة جدلية شوائحة يعني في مجال الكوتشنج ما بنيديش نصايح إحنا مش أدفايزر لأن النصيحة بتبقى حاجة جنرال بتبقى تميها بشريعة أكتر إن أنا أقول لك المفاتيح العشرة للنبيحة أديك المفاتيح ستعرفيش تفتحي أني مفتاح لأني هباب المسألة مش في النصيحة المسألة في الأساس تجربة العملية في التجربة العملية ده أولاً وسانياً استفاداتك أنت ما بتكوني متلغبطة ما بتعرفيش هدفك يعني الأهداف عندك في حياتك متعددة أهدافك كتير جداً فيه أهداف عن ناحية الشخصية أهداف عن ناحية المادية أحيان أهداف على كارير الشغل الأهداف كتير أنت ما بين كل دول بتبقى محتاجة الأولويات أنا محتاجة أبدأ بيه أهم أولوية بتكون فيهم وأهم هدف أن أنا أعرف نفسي أنا عايز إيه لأن الغالبية مننا بيمشي زي ما الحياة بتمشي يعني زي ما بينقول بالبلد كده زي ما ترسي دقلها ما بنبقاش حطين بلان أننا نبقى ماشيين عليها وطبعاً البلان دي عمرها ما بتمشي 100% بس لو وصلنا من نسبة 70% من البلان اللي احنا عملنا هذا نجاح ونجاح باهر أنت عايز تمشي عليها إيه أنا عايز إيه أصلاً ما بتعرفيش أنت عايز إيه قبل ما تكون يعرفها نفسك نفسك في الأساس دي أنا بحب إيه في كل الشخصيات أنت كسلوة مثلاً سلوة لها كذا شخصية جوه البيت وبرا البيت مع صحابها جوه اللوكيشن في الستوديو مع الناس أنا مين في دول أنا أكتر حد حقيقي في دول وإيه المشترك ما بين دول كلهم ببقى حقيقي فيه عشان تعرفي تعيش بطبيعتك لأن جالبيتنا ما بيعرفش يعيش بطبيعته نظرة الظروف مجتمعية ونظرة الظروف عمل ظروف حاجات معينة بنشوف أن طبيعتنا دي مش مناسبة لللي إحنا بنعمله وده بيرجع لأنه بيكون عندنا تشوك في السلف كونفدنس لكن التطوير بقى أو الديفولبمنت الملف اللي بيحطه الكوتش عند الكلاينت أنه يعرف يطور طبيعته دي ويقدر ينصقها مع الموقف أنك تتعامل بطبيعتك أنت بس بكذا شكل بكذا نمط لكن ما تتغيريش ما تتغيريش يعني ما شوفكيش في مكان مختلف عن مكان تاني أنت شخصية غير الشخصية أنت شخصية واحدة لكن الشكل هو اللي مختلف تمام تمام طيب بالنسبة للناس اللي بتبقى مقبلة على حياة جديدة مقبلة على مشروع زواج وبيبقوا حابين أن هما ينظموا حياتهم ويحطوا أساسيات كده في البداية حياتهم عشان يمشوا عليها وتكون حياتهم ميصرة وسهلة يعني وكويسة فعايزين من حضرتك من وقع خبرة حضرتك تقول لهم إزاي يرتبوا أو إزاي ينظموا حياتهم بطريقة كويسة أسأل أنك سؤال تاني أقولي سؤال تاني السؤال إزاي أن هما ينظموا حياتهم بطريقة إيجابية إيه الأساسيات اللي يمشوا عليها علشان تكون حياتهم حياة مستقرة هادئة أهم أساس علاقة الشخص بنفسه إحنا في الغالب بنحب ناس بس ما سألناش نفسنا إحنا بنحب نفسنا في ناس كتير بتعرف صار مهم جدا في ناس كتير بتعرف تحب الناس بس تباكرها نفسها وهي مش عارفة أن هي كارها نفسها كارح حاجة في شكله حاجة في شخصيته بيتراكم عليه بقى أنت بعض بتعديها عن نفسك تفضل تهدي فيك تهدي فيك تهدي فيك لحد ما بتبقي مش عارفة أي حاجة في أي حاجة أنا دلوقتي خلاص خلصت كواحدة مش كواحد يعني هقول المثال على الاتنين أنا واحدة خلصت كلية بشتغل أو ما بشتغلش خلاص أنا هنتظر الجواز الجواز عمتا بقى لأن هو خلاص معروف إن إحنا لازم في سن معين كده خلاص كله يتجاوز طب أنا سألت نفسي أنا بحب إيه في نفسي وعايز أحققه عشان أعرف أنا هحب إيه في علاقتي بالشخص اللي أنا هعرفه وهعيش معي طول عمري ومعاملش في حق نفسي جريمة ناس كتير قاوة تعملها إن هم بياخدوا الجواز ككونسبت أنا لازم أتجوز مش هتجوز عشان فرق كبير قوي ما بين لتنين أنا عايز أتجوز دي دي مصيب أنا عايز أتجوز عشان هي دي القصة في حتة إن إحنا نتكلم في شوية نصايح يعني يعرفها الشخص عشان يعرف يبقى مقبل على حاجة معينة بطريقة إيجابية مش عايزين يمكلمات الرنانة اللي بتدغدغ مشاعر الناس وهي ما بتبقاش حقيقية 100% لأ هو في الأول أنت لازم تكون يعرفة أنت عايزة إيه عايزة إيه في حياتك أنت لنفسك سي مثلا لو واحدة عايزة تحقق كرير في حياتها الكريب ده بيتطلب تفرغ سي مثلا عشر ساعات في اليوم أو ثمان ساعات في اليوم لو هتشتغل منهم أربع ساعات مثلا جوه لوكيشن أو جوه مكان لكن الباقي هتبقى بتفكر في الشغل وبتكاريت لشغلها بتعمل نيو آيديا بتتبع شغلها يعني هي مشغولة فطبعا لازم هتحط ده أصاد أن أنا هتجوز دلوقتي طب أنا هتجوز وارد جدا أن أنا تساشور ويبقى معي بيبي يعني معي مسؤولية نفسي ومسؤولية بيبي مسؤولية بتكبر كل ما ده بتكبر طب ده أصاد الحاجة اللي أنا بتمناها هيحقق لي ولا مش هيحقق الغالبية العظمى بقى أنه هم بيقولوا أنا هقدر عمل سايت باي سايت ونا ما بيتحققش سايت باي سايت دي لازم هنا هنخسر ولازم هنا هنخسر والقاعدة العامة أنه مهيش مكسب مطلق ولا فيه خسارة مطلقة كل مكسب وراه خسارة وكل خسارة وراه مكسب إحنا لو هنكسب فلوس بنخسر وقت الوقت اللي بنخسره مع أولادنا بنخسره مع مراتاتنا أو مع أزواجنا بنخسر حاجة قدام مكسب أكبر إحنا عايزينه لازم إحنا نعمل البلانس ده أبقى عارف أنا هخسر إيه قدام اللي هكسبه واللي هكسبه يكون أهم بكتير من اللي أنا هخسره ده دي قاعدة عامة لازم تكون يعرفاها ولازم كل الناس تكون عارفاها أنه مفيش مكسب مطلق أي مكسب وراه خسار اللي بيفتح مشروع بيصرف فلوس عشان يجيب فلوس بيصرف وقت عشان يجيب فلوس عشان يجيب أمان مادي عشان يجيب أمان اجتماعي من هذا القبير تمام طيب عايزين نتكلم بقى يعني خدنا ده تدرجيا بداية من الناس التكيف علي أولاك أشي نقلل التكيف جميعاك خدنا من الناس اللي هي مقبلة على مشروع زواج وخلاص اتجوزت وبدأت حياتها فعايزين بقى يعني المشاكل اللي بتحصل مشاكل الزوجية اللي بتحصل بين الزوجين عايزين نعرف إرشادات لعلاج بعض المشاكل اللي بتحصل بين الزوجين عايزين نصلح كده من العلاقات الزوجية بوسي هو عمتا المشاكل عمتا ملهاش ريفرانس يعني ممكن يكون عندك مشكلة في بيتك مشابهة لمشكلة صحبتك لكن مش هي هي المشكلة لأنها بظروف مختلف بالضبط مع أنه ممكن تكون سي مثلا فور اجزامبل الأزمة عندك مادية أو الأزمة عندها مادية بسي أنت يا أزمتك أنت يا صرح الساحل هي أزمتها عشان تدفع يجار بيت مثلا أنت اللي اتنين أزمتك واحدة ككونسيبت المادة لكن جوه المشكلة اللي اتنين مختلفين تماما فما فيش ريفرانس اللي احنا نقول يا جماعة ما تعملوش كذا وعملو كذا الرفرانس ده ممكن في الطبخ يعني في المربخ أقول لك على وصفة معينة هتعمل لها تبقى كويسة وأي قدت منك بقى ده يرجع لك ويرجع لزوئك لكن المشاكل نفسها لو هنتكلم عن المشاكل الزوجية بعد الجواز هم أشقين في قبل الجواز اللي بيأهلنا لبعد الجواز قبل الجواز أنا داخلها أتجوز عشان إيه وده تتكلمنا فيه من شوية بلص إن أنا اللي هعيش معي ده إحنا بنعرف نتخانق مع بعض ولا لأ بنستحمل بعض ولا لأ قبل الاحتمال لأن كل واحد ليه طاقة يعني أنت يمكن تكوني تعمل حاجة بسيطة بس مع الوقت يحصل تراكم مع برش إن أنا أحتمل اللي أنت بتعمليه بس هي القصة كلها إن أنا أعرف أتدارك العيب اللي عندك وتعايش معي ولا لأ وفي فرق ما بين التعايش والتحامل التعايش ده إن أنا خلاص يعني الشيء اللي هو مثلا هتديكي مثال اللي أمعرفش مثلا حد مثالي جدا بس بيفتح بقوا وبيأكل مثلا ده هتشوفيه في الثلاث واجبات وفي خروجاتك معه بره هل أنت متقبلة ده ده اللي لازم تسألي فيه نفسك ممكن يكون هو هرم كله مميزات والعيد ده مؤرقة جدا وناس كتير على فكرة جاءت لي بسبب مشكلة مشابه لدي على فكرة بتفتكري يعيش مشكلة هينة يعني ده خاصة بالتقبل والتقبل ده من أهم الأشياء اللي بتبقى فيها يعني بدايتها أنك تكون متقبلة نفسك بالتدريج بقى أنك تكون متقبلة لآخرين مبالج بقى الشخص اللي هيبقى عندك فيه عندك اختيار أنت ما اخترتيش أهلك للأم ولا الأب ولا الأخوات ولا العم ولا الجد بكل الأهل لكن الزوج أنت بتختاريه فأنت هتختاريه لازم بيبقى فيه معايير للاختيار ده أنت لو راح هتقدمي مثلا في شغل بيبقى فيه دايما كده ده كلمة مطابق للشروط والمواصفات اه احنا بنقول على الجواز على الجواز مشروع صح كده هو مشروع شراكة ما بين اتنين كل واحد ليه وعليه تمام مشروع شراكة ده بيبقى ليه رولز أو بيبقى ليه فريم أنا محتاج شريك محتاج شريك يكون موجود فيه عفو أن أنا طولت بس أحاول لأن أنا أختصر بسرعان تمام فيه نقط مهمة جدا لازم أكون حطها يعني أنا لو فيه مواصفات بالنسبة لي عشر نقط فيه منهم أربعة أنا ماينفعش أتنازل عليهم والباقيين دول نبتدي إن إحنا بالبلغ دي كده نغرب لهم نشوف أنه منهم اللي قدر أتعايش معي وإيه اللي صعب أتعايش معي الجواز يا جماعة مش حاجة سهلة الجواز ده عشرة عمر كامل والأزمة دلوقتي إن هو للأسف بنوصل في فترة يعني في فترة قصيرة جدا إن الاثنين بيقرروا الانفصال لأنهما ما درسوش بعض كويس وقبل من إنهم ما درسوش بعض كويس هما ما درسوش الكونسبت نفسه الجواز إيه اللي هقدموا فيه وإيه اللي هاخدوا منه كتفضل ترجمة نانسي قنقر